فضيلة الشيخ وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولصحابته عند موته فيها حكم ونستخلص منها أمور المسلم يستفيد منها في حياته نعم أول شيء يستفيد من هذا مشروعية الوصية عند الموت أن الإنسان يوصي بالخير يوصي من بعده إذا كان عليه حقوق للناس فيجب عليه أن يوصي بها وأن يبينها لأن لا تضيع الإهديون عليه عنده ودايع لأنه يبينها للناس هذا واجب ما حق أمرئ مسلم يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه أما الوصية بشيء من المال في سبيل الخير فهذه أيضا مشروعة ولكن لها شروط أولا أن يكون المال كثيرا انترك خيرا الوصية للوالدين الخير هو المال الكثير أما إذا كان المال قليلا فالمستحب لا يوصي بل يتركه للورثة إنك أنتذر وراثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا بد أن تكون الوصية في حدود الثلث فأقل ولا تتجاوز الثلث